بسم الله الرحمن الرحيم والتقدير إلى أخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على دعوته الكريمة لعقد هذه القمة الإقليمية الدولية المهمة نجتمع اليوم من أجل السلام والخير وصالح الشعوب ونستذكر عقد أول مؤتمر الدولي لصانع السلام في عام 1996 ميلادي في شرم الشيخ وهذا ما عهدناه في الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة ودعوتها الدائمة للسلام والتآذر وخير الأوطان ونحن اليوم نؤكد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحل الدولتين وغرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير لنا جميعاً ولدينا إدراك راسخ بأن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنباً إلى ذنب في أمان وسلام ووئام لأنه لن يكون هناك استغرار في الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وصولاً إلى السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة وأننا في مملكة البحرين قد اتخذنا خيارنا الاستراتيجي للسلام لتحقيق مزيداً من الأمن والاستقرار في ضوء نهجنا الداعي للسلام وتمسكنا بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والإزدهار لشعوب المنطقة كافة إن تطورات الأحداث في قزة ومعاناة السعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية وتطلب جهداً دبلوماسياً متواصلاً بين كافة الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب والإفراج عن جميع الأسرى والرهاء والمحتجزين وتسهيل وصول المساعدات الطبية والقذاء والماء والوقود والكهرباء إلى غطاء غزة بموجب القانون الدولي الإنساني والكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير شعب غزة الشقيق من أرضه وأرض أجداده حضور الكرام إن غرار الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي وفي الختام نجدد تأييدنا للدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسهاماتها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القوم العربي وثقتنا في خروج هذه القمة بنتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز تطلعاتنا المشتركة نحو تكريس واستدامة الأمن والسلام والإزدهار لجميع شعوب المنطقة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته